موسيقى أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وإليكم أهم وأبرز ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم وما تناقلته المواقع الإخبارية المحلية من أحداث وتحليلات البداية من موقع يمن مونيتور والذي يصف خارطة الحل الذي تقدم بها ولد الشيخ بأنها قنبلة موقوتة والشرعية تدعو لتحاشيها وقال الموقع يبدو أن الشرعية تعرضت لضغوط دولية كبيرة خلال الأيام الماضية من أجل قبولها بالتعاطي مع الخارطة الأممية وحتى لا تظهر بموقف المعرق لها وبدأت ببعث رسائل عن طباعها عنها والنتيجة التي سيكون عليه اليمن في حال تم اعتمادها من قبل المجتمع الدولي وعلى الرغم من عدم رفضها صراحة إلا أن التصريحات الحكومية تكشف أن الشرعية تريد إخلاء ذمتها من تلك الخارطة في حال إقرارها بضغط دولي وأنها ستقود إلى حروب جديدة وعن موقف المجتمع الدولي يقول يمن مونيتور لا يعرف ما إذا كان المجتمع الدولي سيقوم بالالتفات لتلك المخاوف الصادرة من قبل الشرعية أم لا لكن المؤشرات تقول أن اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من أمريكا وبريطانيا والإمارات قد وافقت عليها بشكل كلي فيما قبلتها السعودية على مضط ويخشى مراقبون من اعتماد المجتمع الدولي خارطة السلام في نسختها الحالية والتي ستمكن الحوثيين من الحكم وستجعلهم يقودون أي حروب ومعارك مع أي فئات داخل المجتمع اليمني باعتبارهم الحكومة الشرعية سياسيا قال موقع الموقع بوست في أحد عنوينه الرئيسية السرية تحيط لقاءات والد الشيخ وخلافات بين الحوثيين وصالح ويقول الموقع لليوم الثالث على التوالي لا تزال لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ أحمد مع وفد الانقلابين في العاصمة صنعاء محاطة بالسرية فيما ظهرت بوادر خلافات بين جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية ترتيبات عسكرية وتباينات سياسية بين الفريقين وأكدت مصادر في العاصمة صنعاء أن والد الشيخ يجري مباحثات مع وفد الانقلابيين المفاوض حول تعديلات وملاحظات مقترحة على خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة كمشروع لحلين سلمي في البلاد ووفقا للمصادر ذاتها فإن المبعوث الأممي يشدد على الأطراف بضرورة عدم التحدث للإعلام عما يدور في اللقاءات وذلك ما حصل بالفعل منذ وصوله إلى العاصمة صنعاء إذ لم تصدر بيانات عن أي من الأطراف توضح طبيعة اللقاءات باستثناء ما أشار إليه المبعوث الدولي في البيان الخاص بوصوله الحماس إلى الغياب تحت هذا العنوان كتب عدنان العديني مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال العديني في أجزاء من المقال لا يستطيع الحوثي أن يقف مع بقية الشعب في طابور الاقتراع أو الانتظار خارج مركز الانتخاب يستمع لحكم الشعب هذا طريق لا يجلب له سلطة ولا يحافظ على الامتيازات التي يتطلع لها لذا فهو حريص على معادلة سياسية تتوزع فيها الأنصبة ليس وفق ما تملك من أصوات انتخابية بل بما لديك من رصاص ففي العهد الذي يبشرون به ستحل الطوائف محل الأحزاب وتنتقل سلطة السلاح من الدولة إلى الطائفة الطائفة هنا ستحل محل الدولة لكن دون التزامها بأي من واجبات الدولة لا تجاه شعبها ولا تجاه جيرانها والعالم هي سلطة مصممة في الأساس ضد بقية المجتمع ولمنع وجود الشعب الذي ستثير في وجهه كل أسباب الانقسام الداخلي حتى يبقى الإنسان اليمني موزعا بين المكونات الأولية ومحبوسا داخلها التحرر من الانتماء للطائفة والعشيرة والمنطقة والانتماء لوطن عملية نضالية تحتاج إلى دولة تتكفل بحراستها فإذا ما صارت الدولة بيد المستفدين من وجود تلك الانقسامات فإننا سنجد أنفسنا خارج الزمن ودون وطن وهذا هو الواقع الذي سيكون إذا ما تمت تسوية على قاعدة الاعتراف بسلطة تستمد شرعيتها من خارج الشعبي وإرادته ومن داخل الطائفة أو المذهب موقع المصدر أولاين أورد العديد من العنوين في صفحته الرئيسية منها مستشار رئاسي الانتقاص من شرعية الرئيس المنتخب سيفتح الباب للفوضى والإرهاب وعنوان آخر من ضواحي تعز مقتل مسلح حوثي في اشتباكات مع مسلحين ينتمون لحزب المؤتمر في حيفان بتعز ومقتل شخصين وإصابة آخرين باشتباكات بين الشرطة ومسلحين حوثيين في محافظة إب سياسيا الخارجية الأمريكية تعلن عن زيارة لكيري إلى عمان والإمارات الأسبوع المقبل وإلى موقع الوحدوي نتو الذي عنونا في صفحته الرئيسية جامعة صنعاء تعلق الشارات الحمراء احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وقال الموقع أن أعضاء هيئة تدريس بجامعة صنعاء بدأوا تعليق الشارات الحمراء استجابة لدعوة النقابة وذلك احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وشهدت الجامعة استجابة واسعة من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين عبروا عن استيائهم ومعاناتهم من قضية تأخير الراتب في ظل تفاقم المعاناة المعيشية لهم معتبرين أن هذا التصعيد يأتي في سبيل وضع حد لتلك المعاناة ومطالبين الجهات المعنية بسرعة صرف الرواتب المتأخرة منعا لتوقف العملية التعليمية في الجامعة وأكد مصدر في النقابة بأن تعليق الشارات سيستمر خلال الأيام القادمة للضغط على المعنيين بسرعة صرف الرواتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان كتب مقالا تناول فيه الأسماء الوهمية لعناصر الميليشيا وكيف تستغل تلك الألقاب في التخفي والقيام بنهب أموال الدولة ومقدرات الشعب دون أن يعرف أحد عن حقيقة هؤلاء الأشخاص أبو ريال هل ملأت الشوالة مثل عصابة ملثمين دخلت بنكا أبو 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 يبدو أنهم سيغادرون ولم نعرف أسماءهم حتى بعد سنتين يا له من تنظيم يا لها من عصابة حتى في قسم الشرطة أبو شوالة تستولون على بلد بكامله وتغادرون ولم تعرف لكم البلاد إسما ولا رسمة أي شيطنة هذه وأي مكر ودهاء وذكاء حتى إبليس مبلود إبليس الذي بلد الدنيا مبلود لماذا تخجلون من أسمائكم أميط اللي ثام يا أبا شوالة ثم تما يخجل يا له من شعور سأعترف لا شيء جميل فيكم سوى خجلكم من أسمائكم الصناعات التي اختفت مع ظهور الحر تحاول النهوض من جديد ووفقا لموقع عدن الغد عودة مصنع الشركة الوطنية للأسمنت بمحافظة لاحج للعمل والإنتاج بعد توقفه لعام ونصف وأكد مصدر مسؤول في محافظة لاحج إعادة العمل في مصنع الأسمنت كمنشأة اقتصادية مهمة في البلد مشيرا إلى أن جهودا كبيرة بدلت من أجل إعادة تشغيل المصنع وإعادته للعمل بالتزاون مع حالة الاستقرار الكبير التي تشهدها محافظة لاحج وأضاف المصدر أن هناك إجراءات أمنية تم اتخاذها من أجل تأمين المصنع وأنهم في قيادة محافظة لاحج يدعون كل المستثمرين ورجال الأعمال الاستثمار وسيجدون كل التسهيلات يتابع الموقع مصنع الأسمنت توقف في بداية الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على البلاد وأدت تلك الحرب إلى استشهاد عدد من موظف المصنع الذي يعمل فيه أكثر من ألف عامل إلى موقع المشاهد حيث تابع أحد الموضوعات وعلق الإنترنت في اليمن ساحة للحروب ونشر للشائعات وفي ظل التوقف والإغلاق والتضييق الذي تعرضت له وسائل الإعلام اليمنية من قبل جماعة الحوثي منذ قرابة العامين قال الموقع إن الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي أضحت وسيلة اليمنيين الوحيدة للتنفس والتعبير عن آرائهم كما أصبحت في الوقت نفسه مصدراً لبث الشائعات والتضليل ويقول الموقع إنه في ظل غياب القوانين التشريعية المحددة لآليات عمل مثل هذه المواقع والتزامها بأخلاقيات العمل الصحفي وقوانين النش ظهرت مواقع الشائعات دون رقيب وتم استخدامها في بداياتها كأدوات من قبل سياسيين لإجهاض ثورة الشباب عام 2011 لكنها تطورت بعد ذلك كأدوات دعائية موجهة بين المتصارعين على السلطة من مراكز قوى وجماعات وأحزاب وشخصيات نافذة إلى أن أصبحت بعد سيطرة جماعة الحوثي على الدولة المحرك الإعلامي والدعائي الأول في اليمن قبل أن نصحبكم بين أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا من جديد أهلا بكم خريطة طريق الأمم المتحدة لم تنى الرضا الأطراف المتصارعة وتعتبرها ترحيلا للأزمة لخلق مستقبل مفخخ وفق ما قالته مصادر صحفية للقدس العربي والتي تضيف أن خريطة الطريق لم تحظى بالرضا والقبول من قبل الحكومة كما أنها لم تجد موافقة كاملة من قبل الانقلابين أيضا رغم تلويح البعض منهم بقبوله المشروط لها والذين اتفقوا على أنها لا تحمل حلا للأزمة اليمنية بقدر ما هي ترحيل للأزمة وخلق مستقبل مفخخ ووفقا للعديد من المصادر السياسية لن تجد هذه المبادرة الجديدة لولد الشيخ طريقا ممخدا للمضيف التفاوض حولها لما تحمله من نقاط خلاف جوهرية حتى قبل التقاء طرفي الصراع حولها للتفاوض وهو ما يعقد مهمة المبغوث الأممي في التوصل إلى اتفاق لحل نهائي للأزمة اليمنية وقالت العديد من المصادر المقربة من الحكومة للقدس العربي إن هذه الخريطة الأممية تعتبر مؤامرة على السلطة الشرعية في اليمن وتقول القدس العربي إن الأمم المتحدة اتفقت مع الدول الكبرى وكذا دول التحالف على خريطة للخروج من الأزمة اليمنية بأقل الخسائر ولو على حساب الشعب اليمني الذي ضحى بالغالي والنفيس وقدمت تضحيات الجسام من دماء أبنائه وممتلكاته وحول موضوع التحركات الأممية أيضا عنونت صحيفة الحياة في إحدى صفحاتها المعارك في اليمن تسابق مهمة ولد الشيخ في صنعاء وقالت الصحيفة إن الجيش اليمني أعلن أنه تم السيطرة على مناطق جديدة في مديرية نيم شمال شرقية صنعاء وصد هجمات لميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في مديرية المتون والمصلوب في محافظة الجوف في غضون ذلك وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء مشاوراته لليوم الثالث مع وفد الحوثيين وحزب صالح في محاولة لإقناع سلطات صنعاء بتفاصيل مبادرة الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب واستئناف المسار الانتقالي أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت الشرعية تتقدم في نهم والنازحون يبدأون العودة وفي التفاصيل قالت الصحيفة أعلن الجيش اليمني أمس تحقيق انتصارات جديدة على الميليشيات الانقلابية في منطقة نهم شمال شرق صنعاء في حين بدأ العشرات من سكان البلدة بالعودة إلى منازلهم في المناطق المحررة وتابعت الصحيفة إن قواته مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي خضى معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية في نهم مؤكدا تحقيق انتصارات جديدة ووصف مسؤولون في المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء المعارك التي دارت أمس في مديرية نهم بالأعنف منذ اندلاع القتال في هذه البلدة أواخر العام الماضي وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقتين محلي ومسورة جنوب غرب نهم حيث تتمركز معظم القوة العسكرية للانقلابيين لا منقذة غير الثورة تحت هذا العنوان كتب ميشيل كيلو مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد وقال الكاتب في جزء من مقاله بدل اغتنام فرصة قد لا تتكرر خلال القرن الحالي جسدتها ثورة قطاعات هائلة من المواطنين التونسيين والمصريين واليمنيين والعراقيين والسوريين من أجل إنجاز تغيير جذري طال انتظارها له يبدل واقعها الفاسد المحتجز بالاستبداد سارعت فئات أفرزت نخبا ما دون سياسية وما تحت وطنية أو إنسانية غارقة في الرثاثة وجاهلة بنص الإسلام وروحه إلى أدلجة ثورة الربيع العربي مذهبيا وزجت الدين في صراع سعت إلى نزع رحمانيته وفصله عن بعده الإنساني الذي تجسد في مطلب الحرية والكرامة الإنسانية وقلبها إلى أداة تخوض بواسطتها حربها الشعواء بين إيمانها المزعوم وكفر من عداها المدعى ونجحت فعلا في إخراج أعداد غفيرة من الشعب المطالب بالحرية من الدنيا وإرسالها إلى جهنم بسكاكينها أو بتحريضها التهيجي وسط صمت معظم الذين قد يكون أغراهم بالسكوت خطاب القتلة الأيلوجي اللغة المعادل الإنسان والحرية الذي وعده بثورة بديلة ليست من الأرض ولا من السماء ليس للإنسان أي مكان فيها بل هي ضد حقوقه جميعها وخصوصا منها حقه في أن يصير حرا لن تنجو النخاب التي خانت الربيع العربي من بطش من يقتلون شعبهم منذ أكثر من خمسة أعوام ولا نجاة لها بغير انطمامها وإن المتأخر إلى من يشقون درب وطنهم إلى مستقبله الحرب بحر من دمائهم ولن يحتسب لها وقوفها جنبا عند حكام كان معظم الذين قتلوهم ممن توهموا أن نجاتهم تكمن في وقوفهم جانبا فكان فيه هلاكهم موسم التهجير الذي أطلقته مليشي الحوثي ما زال مستمرا وربما في أوجه حيث عنوانت صحيفة العرب الجديد مليشيات الإنقلاب هجرت 3500 أسرة في تعز وأصدرت شبكة الرصدين المحليين تقريرا حقوقيا تحدث عن التهجير القصري الذي تفرضه مليشيات جماعة الحوثي والقوات المتحالفة معها الموالية للمخلوع صالح على المدنيين في تعز جنوبية اليمن وطبقا للتقرير الذي أوردته العرب الجديد فإن مديرية الوازعية جنوب تعز تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المهجرين حيث بلغ عدد الأسر المهجرة منها قصرا 3000 أسرة فيما نزحت باقي الأسر تحت وطأة الخوف من القصف العشوائي للمليشيات الإنقلابية ورصد التقرير خلال الأسبوع الماضي تهجيرا قسريا لأهالي منطقة الدبح الواقعة غرب المدينة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح والتي بلغ عدد الأسر فيها 175 أسرة وذلك بعد أن قتل اثنان من أبناء المنطقة وأصيب أحد عشر آخرون إثرى قصف للمليشيات الإنقلابية بقضائف الهاون وهددت عناصر المليشيات بسحب التقرير أهالي منطقة الدبح بقتل جميع أبناء المنطقة في حال لم تغادر جميع الأسر منازلها وتحت التهديد بالقتل ترك أهالي الدبح منازلهم دون وجهة محددة صحيفة الشرق الأوسط تحدثت عن الأوجاع في أجساد اليمنيين وعن ونت الإصابات في أجساد الجرحة توثق جرائم مليشيات الإنقلاب وتسرد الصحيفة قصة أحد الضحايا مع كل رمشة تتجسد في عيني عبد الناصر آلام شعب وهو من المدنيين المصابين إثر اعتداء الإنقلاب في اليمن لطالما بات يحتفظ بشواهد جرائم الحوث وصالح على أجساد أبنائه يرقد عبد الناصر في مستشفى بعدن بعد إصابة عينيه وأجزاء أخرى بجسده نجمت عن شضايا قصف الإنقلاب على منطقة آل حميقان في محافظة البيضاء وإلى جانبه يرقد نحو خمسمائة جريح آخر في مستشفى الولي بعدن ويقول مدير المستشفى سالم الولي للشرق الأوسط إن المرحلة الأولى تم من خلالها معالجة ثلاثمائة وثمانين جريحا من محافظات عدن ولحج وأبيا وتعز والبيضاء والضالع وشبوة بينما تتضمن المرحلة الثانية علاج مئة وخمسين جريحا ووفقا للصحيفة تتوزع إصابات الجرحى في أماكن الرأس والرقبة والصدر جراء طلقات قناصة الحوثيين الذين لا يجيدون سوى اصطياد الأرواح بكل جرم في حين شضايا قضائف الميليشيات هي الأخرى تتقاسم أيساد الضحايا المدنيين بالتساوي بين تعز والحج والبيضاء وشبوة الحلم اليمني تحت هذا العنوان كتب يونس العرومي مقاله المنشور في مدونة الجزيرة وقال الكاتب في جزء من مقاله الحياة نقيض الموت والكرامة نقيض الذل والعزة نقيض الهوان والشبع نقيض الجوع والحرية نقيض الاستبداد النظام نقيض الفوضى وأن يكف الجميع عن كل ما يفعلونه الآن الحلم اليمني المواطنة بدلا عن رعايا السيد أو أرقام المستبد الحلم اليمني وطن بدلا عن الاغتراب الذي وصم الإنسان اليمني منذ القدم هل تعرفون أن أكثر من أربعة ملايين يمن مغتربون منذ عشرات السنين منذ ما قبل الحرب وعلى ما يبدو سيستمر هذا الوضع لسنوات طويلة أخرى أغرتهم الوفرة الاقتصادية بالمقوث في الغربة بدلا عن وطن لا يمنحهم كل ليلة إلا الخوف غير أن اليمني يؤمن بأن خبز الوطن خير من كعك الغربة كما سطر الفيلسوف الفرنسي بولتير لكن لا خبز في الوطن ولا كعك في الحلم اليمني يبحث اليمنيون عن تلك الدولة التي رأى سيبونزا في غاية تحقيقها تحقيقا لحرية الأفراد والاعتراف بهم كذوءة مسؤولة قادرة على التفكير تمكنهم من حقهم الطبيعي في الوجود مكرمين وأحرار كيف يمكن تحقيق هذا الحلم اليمني بعيد المنال لا وصفة سحرية واحدة يمكنها تغيير صورة الكارثية لحال البلد الآن غير أننا ونحن في رحلة البحث عن الحلم يجذر بنا حقا أن نؤمن أولا بضرورة أن نكفر بكل تلك المشاريع التي تمنع الحلم من التحقق جولتنا المصورة لهذا اليوم تنقل معاناة اللاجئين في فرنسا حيث تتم ملاحقتهم وبعد أن تم إخلاء مخيم كاليا مطلع الشهر الجاري تم أمس إخلاء مخيم وسط العاصمة باريس وتظهر الصور المنشورة في صحيفة العرب الجديد حالة الخوف والهلع على وجوه اللاجئين القادمين من مختلف دول العالم التي تشهد حربا ومعاناة نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله الآن أترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر